والدكتورة أنسام المجالي نورتنا في الستيديو متخصصة بتشوهات الأجنة والحمل العالي الخطورة رح نحكي عن تشوهات الأجنة يسعد صباحك دكتورة وأهلا وسهلا فيك هلا فيكم يسعد صباح الجميع وصباح المتابعين وتلفزيوننا الأردني منبر الشام يخال الله يسعي سهلا فيك وببداية خلينا نحكي عن تعريف تشوه الأجنة نعم هلا تشوهات الأجنة بلغة بسيطة تصل الجميع هي عبارة عن مشاكل بنيوية في جسم الجنين تظهر فيما بعد بإعاقات جسدية أو إعاقات عقلية بعد الولادة أو قد تكون إعاقات جسدية وعقلية معا حسب الجزء المتأثر هل هو بالكروموسومات هل هي طفرة جينية أم هو فقط تشوه بسيط ويمكن حله فيما بعد ما بعد الولادة طيب دكتورة خلينا نحكي عن أسباب تشوه الأجنة طبعا التشوه الأجنة له أسباب كثيرة جدا لكن يمكن حصرها بمجموعات رئيسية أول وأهم عامل وأهم سبب هو الأسباب الوراثية يعني العائلة عندهم مشكلة مثلا طفل متلازم الدون خلل بكروموسوم 21 أو عندهم مشكلة بالنمو العقلي عندهم مشكلة بالأعصاب والعضلات هذا الشيء في أغلب الأحيان متوارث في بعض الأطفال يعني يا إما جين من جهة الأب أو جين من جهة الأم وإذا كان هناك علاقات زواج أقارب يكون الجين من الطرفين فيكون جين قوي وتأثيره واضح أول عامل هو الأسباب الوراثية العامل الآخر والعامل المهم جدا واللي بنركز ونثقف السيدات عنه نمط الحياة العادات اللي بتتبعها السيد الحامل سلوكها خلال فترة الحمل يعني التدخين بكميات كبيرة تناول الكحول الإدمان على بعض المهدئات والعقاقير الدوائية هذا كله يسبب وخاصة بالفترة خلينا نحكي الفترة الحازمة اللي هي أول ثلاث أشفر من تكوين الجنين العامل الثالث والمهم واللي بغفل عنه الكثير تيجي سيدي على العيادة نكتشف وجود تشوه بنبلش ناخد السيرة المرضية حكينا بتفصيل شو صار خلال فترة الحمل بتذكر دكتورة بأول أسابيع أو أول أشهر حمل صار عندي حرارة طفح جلدي بعض الالتهابات بعض العدوى كالحصبة كالجدري نعم هذه منسميها نعم هذه التهابات تنتقل إلى داخل الرحم عن طريق وجود أجسام مضادة تنتقل من المشيمة والحبل السري من جسم الأم إلى جسم الجنين وتأثيرها على الجنين قوي مرض الحامل أثناء الحمل وتناولها للأدوية ممكن يأثر على التشوه نعم وهذا شيء مهم العامل الآخر والمهم اللي هو عمر السيد الحامل خلال الحمل كثير صار تثقيف بالمجتمعات الغربية والحمد لله كمان احنا عندنا مجتمعاتنا العربية أنه نحاول نخلي الحمل بفترة يكون جسد الأم فيها سليم عمر مقبول لو حصل مشاكل تكون قادرة على جسمها على التكيف مع هذه المشاكل تقدم عمر الأم بالحمل الآن عالميا بعد سن 37 ما بنحكي ممنوع ما في كلمة ممنوع لكن الجميع ينصح أن السيدة تكمل عائلتها قبل سن 37 لتعرض السيدة بعد عمر 37 لمشاكل كثيرة منها ضغط الدم منها السكري الغدة أمراض القلب من ناحية والناحية الثانية ارتباط هذا العمر بزيادة نسبة متلازم الداون أو الطفل المنغولي بالعامية له كروموسوم 21 النوع الرئيس منه يرتبط ارتباط مباشر بعمر الأم عند الحمل عند الحمل يعني إحنا بدنا نحكي أنه العمر الذهبي أو المثالي هو لحد 37 وما بعد ذلك في احتمالية نعم بنركز مش ممنوع لكن في احتمال وفي طرق للكشف المبكر في نصاح في متابعة خلال الحمل للكشف المبكر دكتوري إحنا بمأنوعة بنحكي عن الكشف المبكر هل اليوم العلم وصل مش بس على موضوع أكيد الكشف المبكر هل ممكن العلاج يعني ممكن علاج هاي الأجنة بعد الكشف عنها ولا لا العلاج بنقسم لقسمين أنا بعد ما شخصت في حالات يمكن علاجها داخل الرحم في حالات إلى الآن ما بنعمم لكن بالدول المتقدمة كندا أستراليا إسبانيا صار في جراحات داخل الرحم للجنين على مستوانا إحنا الدول العربية يعني اكتشفنا الطفل عنده عدوى التهاب من الأم فيروس معين عمل عنده نقص في الدم أو فقر حاد في الدم صار عندنا كشف عن طريق أخذ عينة من جسم الجنين دم الجنين معرفة إذا فيه فقر ونقل دم للجنين داخل الرحم أمه ومنقدر نعمل هذا الفحص بالأشهر الأولى نعم بالأشهر الأولى من الأسبوع ستة حشفا ما فوق خاصة إذا كان فيه سيرة مرضية عدم تطابق فصائل الدم بين الأب والأم وجود علامات هذا الفيروس وجود استسقاء وسوائل في مناطق معينة من جسم الجنين كلها مدلولات أنه يعاني من فقر دم يحتاج العلاج هل ترجعوا لفحص الدم لأنه بالسنار ممكن ما يبين؟ بالسنار ما يكون دقيق يعني في حالات مرت أنه يكون فيه فقر دم عند الجنين حاد ومقياس تدفق الدم للجنين ما أعطى هاي العلامة كل حالة تعالج على حدة حسب حدتها وحسب التاريخ السيرة المرضية هل فيه أطفال متأثرين قبل ولا لا برضو في بعض التشوهات يمكن علاجها داخل الرحم كثير من الأطفال بيجونا عندهم استسقاء تجمع سوائل حول الأمعاء تجمع سوائل كبير بالمثاني البولية اللي ممكن بأي وقت يصير يعني تفتح المثاني ويصير هذا البول في جسم الجنين احنا عن طريق مساعدة الأمواج فوق الصوتية نقدر أنه ندخل نيدل إبرة معينة ونسحب هاي السوائل تشخيصية وعلاجية طيب دي توري احنا بدنا أكيد نعرف طرق الكشف المبكر لكن كمان من خلال هذا السؤال نحب نعرف أنه أدي أهمية أنه ست تتابع مع الطبيبة بفحوصات دورية ومراجعات شهرية ومتى يستدعي أنه الأم الحامل تعمل الفحوصات الدقيقة ممتاز المتابعة على الجميع هذا من أول يوم بالحمل السيدة لازم يكون فيه طبيب معين يتابع معها الحمل وبنقسمه السيدات إيشي بنسميه بعلمنا لوريسك الحمل منخفض الخطورة والهايريسك الحمل عالي الخطورة واللي بيحدد هذا الشيء الطبيب من سيرتها المرضية ووضع الحمل الحالي بيحدد إلها زيارات معينة فحوصات معينة على مستوى حملها لوريسك زيارات عادية فحوصات عادية لكن الهايريسك سواء لصحة الأم أو لصحة الجنين يستدعي فحوصات دم دقيقة بالأسبوع 11 من حملها لاستثناء وجود خلل كروموسومي وطفرات جينية بهذا الجنين يستدعي من الأسبوع 11 إلى 13 إجراء أول فحص من سلامة الجنين بالأمواج فوق الصوتية ودقة تصل من 87% إلى 90% لو طلع هذا الفحص السليم بنطمن الأهل أنه بإذن الله لو في مشكلة هي مشكلة بسيطة مو شيء يستدعي التدخل الآن في عندي الفحص اللي بين الأسبوع 18 إلى 24 الأمواج فوق الصوتية المتقدمة صحة وسلامة الجنين اللي شعبنا الآن بيعرفها بالـ 3D وفحص تفصيلي من رأس الجنين إلى أصبع القدم أجزاء الدماغ الوجه شكل الوجه عظم الأنف وارتباط المباشر بالداون والطفل المنغولي الشف الأرنبية نزولاً القلب أجزاء القلب تدفق الدم المعدة حجم المعدة الأمعاء وجود كلا أو عدم وجودها المثاني بولية العظام كثير من نشوف حالات القزمن المنتشر أنه بالمجتمع ما كانت مشخصة خلال الحمل في منها حالات حادة وشديدة استدعت أنه هذا الطفل غير قابل للحياة وفي حالات متوسطة تشدية بيعيش طفل سليم الفحص اللي وراه عاد يتحدد الآن إذا الطفل يعاني من تشوهات هذه التشوهات هلو بيكون أي شهر؟ تقريباً بعد الثمانطاش بعد الثمانطاش هذه لو بيّن تشوهات بشكل كبير لكن إحنا قلنا الكشف المبكر على الأسبوع 11 يعني الحمد لله صرنا نتمكن من الكشف ما بين بالأسبوع الثاني من الشهر الثالث وهذه تعتبر مرحلة مبكرة الحمد لله والآن هذا صار الفحص يعني ليس خيار يعمل لجميع السيدات الحوامل لأنه فيه كثير وقلنا وحكينا أنه النوع الأكبر من متلازم الداون له علاقة مباشرة بعمر الأم لكن هناك 15% ليس لها علاقة وبما أنه فيه أشياء يمكن الكشف عنها مبكر وتنبيه الأسرة هو فحص للجميع على الأسبوع 11 إلى الأسبوع 13 أكيد فيه أمهات كثير عم تسمعنا هلأ دكتورة أنسام وبيكون عندها تساؤل أنه أنا إذا اكتشفت أنه طفلي عنده تشوه مثلا بمراحل الحملة الأولى نقول شهر الثاني شهر الثالث تقدر تأخذ أدوية ممكن تساعد مثلا أنه تحسن الوضع ولا ما بيكون فيه علاج بيكون عندها خيار أنه هي تخلي الطفل أو تتخلى عنه نعم في الواقع سؤالي كثير حلو هلأ أدوية تعطى للأم خلال حملها بالأشهر الأولى أو بالأسبوع الأولى إذا تبين وجود شيء معين صعب جدا يعني أنا ممكن أعطي شيء معين زي المميعات لو اكتشفت أنه الأم مثلا عندها عوامل تخثر عشان أضمن حجم ونموه سليم للجنين لكن أعطي عقاري صحح مشكلة موجودة لا الكشف المبكر في هذه المرحلة وخاصة عن اللي بنسميهم بعلمنا الليثل فيتل أنوماليز يعني التشوهات القاتلة أو الخلل الكروموسومي القاتل ديننا دين يسر أكيد إحنا ما بدنا الأم تكمل تسع أشهر بجنين غير قابل للحياة أو جنين قد يتوفى في منتصف الحمل إذا شخصت الحالة بأن التشوه أو الخلل الكروموسومي يجعل الجنين غير قابل للحياة بعد الولادة الشرع أجاز والعلم أجاز بعد الشرع إنزال هذا الحمل نعم هي رخصة شرعية لكن إذا كان هذا التشوه بسيط أو الخلل الكروموسومي من الكروموسومات اللي الطفل يكون فيها قادر على الحياة ويعيش سنوات عديدة لا العلم ولا الشرع حتى بالدول المتقدمة أجاز إنزال الجنين يعني دكتوري أنصام جهودكم مباركة بصراحة يعني هي مو سهلة وخصونا إحنا الستات ومنعرف قديل الأم يعني بتكون حريصة على إنه صحة أطفالها وإنه رب العالمين نقومها هي والبيبي بالسلامة ودائما إحنا ندعي بكمال صحتنا وبكمال صحة أطفالنا يعطيكم ألف عافية شكرا لإليك شكرا لإليك وإن شاء الله يا رب إنه كل الستات اللي حضرونا يكون عندها مشوية واعي وثقافة مش عايب إنه دائما نرجع أطباءنا ونستشيرهم ونحكي بصراحة تاريخنا المرضي السلامة للجميع إن شاء الله ونحن نروح يا هيبا فاصل يلا فاصل صغير وبعدها بنكون معكم خليكم معنا